من بيت عرف بكثرة ظهور الإرهابيين فيه يأتي بلال مقاطي المجرم الذي اعترف بذبحه العسكري علي السيد هذا الموقوف العشريني عمه أحمد سليم مقاطي سجن على خلفية أحداث الضنية ليعود إلى سجن ريحاني مذو نحو عامين بعد اعترافه بتواصله مع داعش وبالتخطيط لإنشاء إمارة له في الشمال عبر عصون عمر مقاطي بن عم بلال شابان عشقات تفننا في قتل الأبرياء واستهداف أبناء المؤسسة العسكرية قبض عليهما وهما في طريقهما إلى الرقة أما شقيق عمر أبو بكر فقتل في أحداث جبل محسن وباب التباني وسط هذه البيئة كبور بلال هو الذي شبع على متابعة أخبار الشيشان أعجب بالأفكار المتطرفة وبعمليات الذبح التي نفذها أبو مصعب الزرقاوي يقف مبتسما بدم بارد أمام قوس المحكمة العسكرية في بيروت يستجوبه العميد الرقن خليل إبراهيم ويحكم عليه بخمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة في جرم الانتماء إلى داعش وتجنيد مقاتلين وبصلف واضح أمام هيئة المحكمة يفاخر بلال بحبه للتنظيم مضبوط أنا أحب الدولة الإسلامية لأنها تحكم بما أنزل الله إذا ما خرجت من السجن فسعود إلى الجهاد مع الدولة القتل هو العقوبة الطبيعية لكل من لا يعبد الله أي غير المسلمين من الشيعة والنصارى والنصيريين والدروز والسنة المؤيدين للطواغيط وبابتسامة ماكرة يجيب أنا بما فيه الآن هو البلاء فما كان الآن في الرقة وسأعود الالتحاق بالدولة الإسلامية لتنفيذ عملية استشهادية في النظام السوري وللقاء ربي هو 72 حورية يصنف علم النفس الإجرامي سيكولوجية بلال مقاتي في واحدة من حالات ثلاث هي الاضطراب السلوكي أو العقلي أو تعاطيه مادة الكابتاجون وجميعها تدفعه إلى تكرار فعل القتل الأشخاص اللي عندهم البسيكوباتي هنه أشخاص ما عندهم أي شعور بالزنب سفر ما عندهم شعور بالندم بيقتل كأنه عبياكل عادي هي زيتها مهما طمعي آبهم وإنزال العقاب فيهم عندهم بصير جاء يطلع بجعب يكرر في نسق خاص من الحالات الزهنية بتأدي أنه تشوف بالأشخاص الآخرين هنه أشخاص أعداء لقلهم وبالتالي رسالته أنه يطهر الأرض منلاحظ أنه الأشخاص اللي بياخدوا مخدرات وبالتحديد حبة الكابتاجون بتشوفيه عبيتضحق ما فرقاني معه أبداً شو عبيتسير بتطلع بالأتيل بالأرض اللي عبيتسي ولا أي شيء ولا أي حساس إطلاقاً عنده هالعوارد هالإترابات السلوكية والعقلية وحتى اللي نتجي عن مواد بيطعطاها بعض الأشخاص فيها تدفعهم تيرتكبوا جرائم خارج إطار أي شعور بالندم ومهما كان رأي علم النفس الإجرامي فالمؤكد أن وراء بلال مقاطي وأمثاله بيئة حاضنة حضت وشجعت وكان الفقر والإهمال وراءهما دارين دعبوس قناة الجديد